يقول وكان صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويحمي جانبه ويمنع الوسائل المفضية للشرك حتى في الأمور الصغيرة لما قال له رجل ما شاء الله وشئته قال له أجعلتني الله ندا أي شريكا قل ما شاء الله وحده ولما جاء الصحابة يستغنوا به قال قوموا نستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل هذا الحديث فيه ضعف لكن على فرص صحته يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذه الكلمة لما فيها من المشاكلة فالذي يستغاث به هو الله عز وجل مع أن الاستغاثة بالمقلوق فيما يقدر عليه المقلوق الحاضي فيما يقدر عليه جائز لأن الاستغاثة معنى الطلب إزالة الغوث واستدل بقول الله عز وجل عن موسى عليه السلام أو عن رجل من بني إسرائيل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فاستغاثه عن طلب منه أن يزيل عنه اعتداء الفرعوني عليه استغاثه بموسى وموسى كان حيا حاضرا فموسى استطاع أن يضرب ذاك الرجل فيقتله لكن إن صح الحديث في المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الغلو لا تقول نستغيث بك فقال لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل قال خشي عليه من الشرك والغلو فمنع هذه اللفظة وهي الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيد منعهم حماية للتوحيد مع أنه قادر على أن يغيثهم من المنافق لأنه حي حاضر وأن يردع المنافق ولكن هذه الكلمة لم يقرها لأنها تكون وسيلة للإستغاثة الشركية فحمى التوحيد وسد الطرق المفضية إلى الشرك ولما قالوا له يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا هذا بفد بن عامر قال للرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله يعني ما يرد منهم المبالغة والغلو وفعلا الناس الآن لما بالغوا وغلوا أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الصفات الرب عز وجل فجعل أي شيء يستغيثون به ويدعونه ويقولنه هو الذي يأخذ بأيديهم يوم القيامة وهو الذي يعلم علم اللوح والقلم وهو يعلم ما كان وما يكون بل قالوا في ذلك في من هو أدنى من الرسول صلى الله عليه وسلم كعلم نبي طالب وغيره من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل قالوا ذلك حتى فيه أناس ليسهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كما يفعل ايش ولاة الصوفية وغيرهم فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم ولا شك في الصحيحين قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وثم ذكر قصة ايش الشفاعة العظمى هو في الصحيحين يقول فهو سيد ولكن خشي عليه من الغلو لما قالوا له ويا سيدنا وابن سيدنا خشي عليه من الغلو فمنعهم من ذلك من ذلك تحقيقا للتوحيد ترجمة نانسي قنقر